بسم الله الرحمن الرحيم نكملين مع بعض كلام عن التفايليات أشهر التفايليات اللي بنتعرض لها وإحنا بنتعامل في أمراض الدواجن بعد ما تكلمنا عن الكوكسيد المرة اللي فاتت هنتكلم عن فاردة التفايير الوحيد الخلية مقارب جداً لها في الخصائص والخصائص واللايف سايكل بتاعته إنما فيه اختلافات ما بينه وما بين بعض وهو الكريبتوس بورديوز الكريبتوس بورديوز يمكن مربع بنتكلمش عنه كتير قوي أو مش ظاهر في الصورة قوي لأنه هو إصابته وانتشاره ما هيش موجودة بنفس العنف الموجود في الكوكسيديا بعض الناس لغاية دلوقتي بتعتبروا نوع من أنواع الأمراض السنوية اللي لوحدها ما بتعملش مشكلة كبيرة قد تحتاج لكومبليكيتد انتلكشن عشان تسبب في المشكلة إنما إحنا هناخد عنه فكرة كبيرة عشان خاطر نشوف إزاي نقدر نميزه وإزاي نقدر نتعامل معه لو ظاهر عندنا كريبتوس بورديوز برغم إنه هو طفيل وحيد الخلية بيعمل لايف سايكل شبيهة لحد كبير بالكوكسيديا إلا إن ليه خصائص مختلفة أولها إن الأوكوسيست بتاعته اللي بتتكون في نهاية لايف سايكل بتتكون داخل الجسم بتبقى سبوريوليتد فيها أربعة سبوروزويت وبتخرج بره الجسم سبوريوليتد وجهزة على الانفكشن مباشرة تاني الاختلافات ديات إن الانفكشن بيتم إما بالإنجيشن أو بالإنهاليشن وعلى حسب الروت اللي بيدخل منه للجسم يبتدي سبب الإصابات بتاعته لو بالإنهاليشن ممكن يديني أعراض ننفسية لو بالإنجيشن ممكن يديني أعراض ديجيستيب وبيوصل لمجموعة من الأورجن الأخرى زي مثلا ممكن يلاقي له إصابات في الأمعاء في البرسة أو في فابريشوس ويعمل لي انفلاميشن خفيف في الكلواقع في البروفين تريكولاس في الريسبيراتوري سيستيم زي ما اتفقنا ده بيعتمد على الروت الاختلاف الثالث كمان إنه هو ممكن يصيب لي كذا هوست نفس النوع الواحد للسبيشز الواحد ممكن يجي الكذا هوست ممكن يجي للشيكن ممكن ألاقيه في الووترفاول ممكن في التركيا أو ممكن في الكويلز هو بس الإختلاف إن الاختلاف من بين الاسبيشز هو هي بتيجي في أنهي مكانه وعن طريق أنهي روت وتقدر تعمل ملتبليكيشن في أنهي أورجنز عندي بعض الأنواع زي كريترو سبوريديا ملياجردس ممكن ألاقيها في الانتستين في البرسة التيشو الجالي ممكن نلاقيها في البروفين تريكولاس طيب الأورسيست أصغر كتير من الأورسيست تحت الكوكسيديا وإن كانت لا تزال مرئية تحت اللايت مايكروسكوب بس لأنها صغيرة وبيبقى من الصعب جدا أنهي أعمل لها سبوتينج بالديركت سمير زي ما بيحصل تحت الكوكسيديا فأنا بضطر أنهي أستخدم أسد فاست ستين زي زيل نيلس مثلا أو غيره عشان خاطر أقدر أميزها باللون الأحمر زي ما أنتم شايفين في الصورة على الخلفية البلو دخلنا فحص أعمق ريسيرش أو فحص بالهيستو بسولوجي سأبدأ ألاحظ اللايف سيكل عندي تبقى موجودة على السورفاشية الإبسالية لو بفصلنا على اللايف سيكل بتاعتها سريعة هنلاحظ أن الاسبروليتد أوسيست تخرج الاسبروزويت الاسبروزويت يبدأ يديني الطيب 1 ميرونت زي ما اتكلمنا المرة اللايف سيكل تحت الكوكسيديا وتخرج الميروزويت وتعملي الطيب 2 ميروزويت وبعد قد تخش في السيكشوالي ستيج تعملي الماكرو جامونت والمايكرو جامونت وتبديني الأوسيست بس اللي اختلاف هنالتنا بيبقى فيه نوعين من أنواع الأوسيست يئمة سينول أوسيست الأوسيست لذاتها جدر رفيع رقيقة بيحصل لها رابتشر مباشرة داخل الجسم وتتتمر إعادة عدوة تاني للجسم نفسه قبل ما تخرج منه بيقول عليها أوتو انفكشن أو ري انفكشن بينما السيكوالي اوسيست هي دي اللي بتستحمل ما بيحصل لهاش رابتشر لغاية ما تخرج من الهوست وتبتدي تنزل في الانفيرومنت مستنية الهوست جديد ان هو يجي يأخذه زي ما اتفقنا الأعراض بتعتمد على الروت وفي انترو داكشن أوسي بارازايت ممكن رابوس هلاقي فيه أعراض تنفسية نزل دستشارج سويلينج في السينس كاف سنيزينج رالز كلام ده على فكرة بيظهر في الأعمار الصغيرة أكتر برغم أن هي زي ما اتفقنا لغاية دلوقتي ما متعتبرش من الأمراض البرايماري اللي بتسبب انفكشن لوحدها عنيف ممكن يكون ملحوص أو بيسبب مشكلة كبيرة إلا إنها في أحيان كتيرة جدا بتعمل أوتبريك وبيبقى فيتل في الأعمار الصغيرة زي التركي والكويلز التريتمنت بتاعها هو دا المشكلة إن في مجموعة كبيرة جدا مدراج ما بتأثرش عليها إنما الأشهر حالي أنا اللي بيأثر عليها هو السبايراميسين والباروموميسين الكنترول نفس طريقة الكنترول بتاعت الكوكسيديا الأوسيس لانهات أصغر مور ديليكت الربتشر والدمش بتاعها بيبقى أسرع فشوية الأمونيا أو الفورمالين أو الوسائل اللي أخدناها في المهاضرة الفاتح بيكون كافية جدا إن إحيا نقدر نتخلص منه بكلم على بروتوزوة تانية برضك واحدة الخلية بس إحنا الآن هنتين نتكلم على الفلاجلت والشكل ده طبعا انتوا عارفين ودرستوه كتير اللي هو شكل الكوميتري اللي بيبقى ليه فلاجلت بتقوم ونشوفها بتتحرك تحت الكوكسكوب بحركات مختلفة وأشهرهم عندنا في الدواجن هي ترايكومونيازز دايات إما ان احنا بنلاقي ترايكمونازجليني اللي هي بتعمل الكنكر في الحمام ودوت بتبقى مشكلة كبيرة جدا ومنتشر عندنا بشكل كبير أو ان هي بتبقى في ترايكمونازجلينيرام اللي احنا ممكن نلاقيه في التركية يعمل انترايتس ويعمل ليبر نكروزيس في التركية هنتكلم عن المشكلة في الحمام لأنها في الحقيقة واحدة من اكبر المشاكل اللي موجودة عندنا نوعد في مصر انا قدر اقول ان فيه نسبة كبيرة اول من الشكاوي اللي بتيجي للحمام بتبقى مرتبطة بوجود البرازايت دو من الفكرة كلها ان البرازايت دو بيبقى موجود في الكروب بتاعت الادلت بيرد في الكروب او في الاجي اي تي بس بيبقى متركزة في الكروب بالزات والادلت بيرد بيبقى قرية تعرض لها من الفترة وعنده مناعة ضدها بتقدرش تعمل جواه اي انفلاميشن او تعمل اي جواه اي مشاكل فهي قعدة موجودة كانهابتانت جواه اللي بيحصل هو يبتدي يعمل فيدنج للسكوابس الصغيرين اللي اصطلعين فبينقل البرازايت دوة للسكوابس الصغيرين للسكوابس يبتدي البرازايت يدخل منطقة المخصصة ليه ويبتدي يعمل ملتبليكيشن ويعيش يبتدي يعمل لي نوع من الواع الانفلاميشن العنيف جدا الانفلاميشن دوة بيصحبه ريحة سيئة بيصحبه كمية كبيرة قوي من الديد تيشو اللي بتعمل لي كازيت الماتيريال وكازيت الماتيريال دي بتمنع الطقر الصغير من ان هو يقدر يبلع الاكل او المية المفروضة يكلها بتوصل لدرجة ان هي بتعمل له انسداد كامل في الزور بالاضافة لانها ممكن تعمل نفس الانفلاميشن ونفس الدمج فاورجان تانية موجودة باجزاء جسمه الداخلية زي ما هنشوف دلوقتي فبتوقدي في النهاية للوفاء الشكوى مشهورة جدا عندنا في الفيلد بتاعنا ان بيجي صاحب الطقر يقول ان انا كان عندي زغليل وكانت كويسة جدا وبتجبر ووصلت لحجم كويس وبعدين فجأة ابتدت تنشف جسمها يبقى ناشف وتخس وبعد كهب بتموت طبعا دوا بيبقى نتيجة ان حصل انسداد في الزور فالطقر الصغير لا قادر يأكل ولا قادر يشرف فبيحصل له جفاف وبتدي يخس في الوزن لغاية ما تحصل الوفاء الاعراض مش قادر يبلع ريحة وحشة طالعا بق بتاعه لو فتح البق بتاعه بص حيبص تلاقي فيه تشيزي كزيت الماتيريا الموجودة يمكن الكلام دوا بيبقى ظاهر جدا في الحمام طفيل دوا برغم ان هو بيعدي بردك سواء للتشيكس صغيرة او البولتس التركيس صغيرة الا ان هو بيعمل اعراض اخفب كتير قد يكون فيه بندولاس كروب قد يكون فيه بد اودر من الماوس بس ما بتوصلش ابدا للسينز العنيفة اللي احنا بنشوفها في الحمام لو ان احنا جبنا المشروط وبتدينا نفتح الطيور اللي هي ماتت ديات هنبص نلاقي الكزيت الماتيريال والسلافينج تيشو دوا موجود في كل حتة بتدقى منه السينس للمنطقة بتاعت الفارينجس والماوس نازل على الأسوفيجس موح واصل للكروب وممكن يوصل كمان البروبينت ريكبس البرازايب ممكن يخرج ويروح لأي أورجن داخل الجسم الناس كتيرة قوي بتشوف الانفلاميشن وبتشوف التكازيشن دوا في الحمام وان بيبقوش قادرين يعرفوا يا ترى دوا ايه لأ هو مش متركز أبدا على المنطقة بتاعت الأبر شعيتي لأ ده هو ممكن يخترق ويوصل لأي أورجن ويبتدي يعمل فيه انفلاميشن ويعمل فيه الدمج بالنسبة للشيكس الصغيرة أو البولت صغيرة لأ الانفلاميشن دوا يدوبك بيعمل لي ممكن أشوفها في الكروب أو ممكن أشوفها في الليفر إنما نادر ما بيغادر المنطقة داي دايما انتوا شايفين في الصور اللي قصدكو الصور اللي فاتت ادي منطقة بتاعت الزور ودي الكازيت بماتيريال ادي الفيك بتاعت طائر كازيت بماتيريال ووصل لغاية الأسوفيجس ننزل تحت العملية مستمرة ادي المنظر في الليفر طبعا ده بيبقى دي باستيتينج وعنيف جدا وبيتسبب فموت الزغليل طراما ما تمش علاجه بشكل سريع طبعا العلاقسة اي حاجة فلاجليتد بيقضي عليها المترونيديزول فحنا بنستخدم المترودينازول لمدة 5 ايام على المية او في بعض الأحيان بنستخدم الكبر سلفيت بس الكبر سلفيت لازم نبقى حريصين في استخدامه في التركيز اللي احنا بنستخدمه عشان ما يتسببش في حالات تسامهم لانهو بيبقى سام ومزات للطيور السوائعة براساية اخر فلاجليتد ببردك وحيد الخالية فلاجليت اللي هو الهستمونس الهستمونس ملياجلس والهستمونس المرض اللي هو بيسببه بيقوله عليه الامتيروهيباطايتس او التفلهيباطايتس لانهو بيدخل وعن طريق الفلاجليب بتاعته بيسبح في اللومن لغاية ما يوصل للسيكم يبتدي يعمل الانفلاميشن فيسبب لي تفلايتس اللي هو الانفلاميشن في السيكم ممكن يعمل لي السيكم الكور مشابهة انا بشوفها في حالة الكوكسيديا وبعدك هاته يبتدي يوصل لليفر ويعمل فيه انفاجن ويعمل فيه انفلاميشن ونيكروزيس ولحظة دخول اللي بيبتدي خلاص هو دخل في التيشو مش محتاج ان هو يسبح في اللومن فبيفقد الفلاجليب بتاعته ويتحول لشكل اخر لشان كده احنا عندنا بالنسبونة الشكلين فلاجليتت فورم وده وقت اللي بيبقى موجود في اللومن وفيه الاميبويت فورم اللي هو التيشو الموجود في اللومن تيشو فورم بيجي للتركي دايما في العمر من 3-12 اسبوع الاعراض درجة حرارة الطائر ممكن تبقى مرتفعة بتبقى قويه ما باجي امس الجسمه عينيه مقفولة فيه بعض الاعراض العصبية وهي الاشكال المميزة جدا من الحاجات المميزة جدا اللي بتخلينا نشوك فيه اللي هو السلفر كالر ضيالية زي ما انتم شايفين في الصورة روء اللون الاصفر اللي عامل زي لون الكامريت اللي واضح حصاتكو في الصورة طبعا لو فتحت تشخيصه من اسحل ما يمكن لان انا بشوف انفلاميشن في السيكم وسيكال كور وبشوف انفلاميشن شكله مميز جدا فيه الليفر اللي هو سيركولار نيكروتيك اريا والسنتر بتاعها دي بريزد لتاحت الصورة دي بمميزة جدا جدا ويكفي ان انا اشوفها عشان خاطر اقدر اقول ان انا عندي مشكلة هستومات تالب بارازايت هنتكلم عنه سريعا لان هو برضك ما بيشكلش مشكلة نبيرة جدا عندي طيور الواليكساميتا من برضك البروتوزوة بس الاعراض اللي بيعملها عندي خفيفة ممكن يصدر تشيكن تيركي فيزن خش السمول انتستي ممكن يوصل للبيرسة بس بيعمل لي انترايتس خفيف فومي ضهرية وممكن يعمل لي لفر ديسكولاريش لغاية هنا يمكن هنوقف كلام عن البروتوزوة شوية قبل نرجع نتكلم تاني على البلد برازايت في اخر المحاضرة انما هنتنقل على ان احنا نبتين نتكلم على البرازايتس الاكبر شوية او الديدان والديدان زي ما بتحضيرك عارفين في الديدان المفلطحة احنا مش هلأتعرض لها نهوت في الراوند وورم وفي التيب وورم او السستون بالنسبة لراوند وورم في مغموعة اسماء كبيرة اوي ممكن نحن نقبلها دي فامل كبيرة بس انا هتكلم على عشار من اللغوط في الاسكاريس طبعا الهتراكس والكابلاريا والسينجيا بسبب الاسكاريس انا زي ما اتفقت معاكو قبل تفاصيل لايف سايكل يمكن ما تهمينيش اوي انا هتكلم على النقاب بس اللي ممكن تهم الدكتور البطري عشان يتدخل معاها سواء في التريتمنت او كنترول انما في معادة ذلك انا مش هقودها تفاصيل لاتنغها جدا في اللايف سايكل النسبة للاسكاريس في منها انواع كتيرة الاسكاريديا جالي تيتا تيركي دا كورجيز الكولومبي اللي هي بتيجي في الحمام وابتخد دورة الحياة بتاعتها ممكن تاخد حوالي شهر او ممكن تمتد اكتر من كلا هو مشكلة الاسكاريس الشكل عام مجموعة الددام موجودة في الان ايه بتاكل الاكل بتاع الطائر بتستهلك الغذاء بتاعه تسبب في السوق تغذية كترها زي ما انتو شايفيت في الصورة لقصاتك دا ممكن يعملي طبعا الطائر بمنظر دا بيحصل وممكن تحصل حالات وفاة بالنسبالك الدكتور بطري يهمني قود انت تبقى عارف شكل الاج انا ممكن اشوفها في ال وتاع الفيسيز وتميز ما بينها على اساس الدواء ممكن يساعدك في التشخيص وفي كنترول العلام الفيتراقص اللي هي السيكال وورب اصغر في الحاج موجودة في السيكال بتاع دي wide range نكتور chicken turkey dot geese feisans بتعملي inflammation في السيكال ممكن اجين يكون مشابه تاني اللي انا بشوف الهيستمونس او مع اوكسيديا وحجم الديدان الصغيرة اللي انت بيتبقوا شايفينها زي ما واضح مع السه بالاضافة اجين بشكل الاج بيبقى بالمسبال مهاجم الكابيلا الهير وورب روند الشعرية من الشعر يعني رفيعة جدا زي الشعر بس هنا في اختلاف الكابيلا من الحياة الباسوجينيك عنيت اللي ممكن تعملي inflammation و diktritic brain يمتد كل ال upper g i t بالاضافة ان الاج بتاعتها شكلها مميز جدا زي ما انت شايفين ان هي لها تو و بوركلا عاملين زي صدادة ده هو فوق ومن تحت ده شكل مميز جدا الاج بتاعتها ودي المنظر بتاعتها موجود في الصور اللي من تحت زي ما نشايفين ها رفيعة جدا و رؤيتها صعبة ده الدودة اللي هي المفروض اللي فيها الميل والفيميل موجود مع بعض الشكل دائم انتو اخدتو قبل كده بس احنا مفكرت بيها اللي بتاخد شكل الوي شي ولون ها احمر كراكتريسك جدا بتاخد اللايب سايكل بتاعتها وتبقى موجودة في التركية الدودة دي بتبقى موجودة في التركية علقة بيها تتعمل انفلاميشن والانفلاميشن دوت بيعمل تركيائتس ويعمل بلاضي اجزوديت يخلي البراد يخرج مع الطائر وهو بيحاول يخرج السيكريشن اللي بيحصل ماتيكت الامفلاميشن الاج بتاعتها برضك بنحاول ان احنا نميزها نميز ما بينها وما بين الاج بتاعة الكابلان طيب انا هتكلم عن النيماتوت بشكل عام ازاي نقدر نعالجها اشهر وارخص الحادقة اللي موجودة في السوق بتاعنا اللي هو البيبرازيل ستريت بس نازم نبقى اخدين بلنا البيبرازيل ستريت مؤثر بس احنا بنحتاج ان احنا نعالج ونصبر حوالي خمستاشر يوم تانين وندي جرعة تانية من العلاج لان هو بيأثر ادلت وورم لكن ما بيأثر ليش على الاج الصغير اللي س هيخرج دي فلازم اعيد الهلاك تاني في مجموعة اخرى من الادوية الفلوبندازول الميبندازول البندازول ليفاميزول طبعا كل الادوية دي كانت تستخدم في العلاج وكانت فقالة لحد كبير بالنسبة للسنجيم استراكي كانت تبقى لازم لها معاملة خاصة على السنجيم موجودة في التراكية بكنا نستخدم تنكتشور ايو دين او نوجل سلوشن عشان نعمل نوع من الاسبري او الافابوريشن عشان نخلي الورمز ديت نستطيع نتخلص من الورم ديت وتسيب الجهاز التنفسي بغية ما ظهر عندنا الافابورمكتين اللي هو الساحر في التفايليات اللي بيقضيلي على كل عدوعة التفايليات سواء داخلية سواء خارجية سواء بالحق او على المية بيبقى دي تأثير فعال جدا السستون اجيل فيه انواع كتير قوي منكر اتعرض لها في الدواجن انا هتكلم عليها كعيلة بشكل عام لان انا كدكتور بيتري يمكن يهمني ازاي اقدر اتعامل معها وعمل لها كنترول نجي نفتكر مع بعض الدجان الشريطية بيبقى لها سكوليكس وال سيجمنت بتاعتها 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 فيه الاماتيور والماتيور وبعد كالهوت فيه الجرافل اللي هي بتبقى شايلة والإج بتاعتها ذات الشكل مميز لحراقكم فاكرين الكلام ده كله اللي هي بتبقى فيها الهيكس امبري اللي موجود في الصورة ايه مشكلة المجموعة دي طبعا هي بتقوم بنفس الدور تقريبة اللي بتقوم بي كانت الراوند وورب بتجبر في الامعاء بتتغزى على الغذاء بتاعت الطائر ممكن تعملي في بعضها بيبقى خطير بيبتدي يعملي اعراض عصبية وخلافه انما المشكلة اللي عندي بالنسبالي كدكتور بطريق هي ان الكنترول بتاعتها بيبقى صعب ليه لان دي داخل بتاعتها انترميديوت هوست الانترميديوت هوست لازم يكون موجودة عشان تكتمل وفي نفس الوقت برغم ان انا ممكن اعمل كنترول واقضي على اللي ستيجس اللي موجودة عندي داخل الطائر سواء كانت الاضلت او غيره يفضل ان ممكن يحصل عودة للانفكشن نتيجة وجود الانترميديوت هوست فلازم يماجي اعمل كنترول هقضي على الاضلت وفي نفس الوقت هقضي احاول اعمل كنترول الانترميديوت اللي ممكن تنقل العدوى عشان خاطر اقدر اتخلص منها تماما من اصعب الحاجات من اصعب الحاجات انها نقدر نتخلص تماما من عدوى دفايليات في المنطقة اللي احنا بنرب فيها برغم ان الدفايليات كتير منها قوي يبدو ان هو ممكن يكون بسيط وان المشكلة اللي هو بيعملها مش كبيرة قوي وممكن ما يكونش بيعمل وفيات علي قوي انما المشكلة بتبقى مزعجة بما يكفي بتقصع الانتاج بما يكفي والتخلص منها بيبقى صعب جدا هعمل ايه مع السستودز هبتدي علاجهم مقارب جدا اللي انا بستخدمه فيما يخص النيماتودز بس مهم قوي ان انا بعمل حاجتين اول حاجة ان انا بعمل بجوع الهوست بجوع طيور لمدة 24 ساعة وساعات اكتر قبل مادي العلاج اللي بيحصل اني الديدان يا ما بيكون جوا جسم الطقر وبصلا مفيش اكل بيبتدي سبحان الله بيبقى فيه اشارة خطر الجسم ده بيكونش قد يكون مريض قد يكون حيموت فدوة الوقت ان انا اغادر الجسم امش واسيب فالسكوليكس اللي هي مثبتة نفسها بيها جامد جدا في جدار الجامعاء يبتدي حصلها وتبتدي ترتخي عشان تسمح للبرستالسس بتاعة الانتستين ان هي تطردها برا لعل وعسى تستطيع هي تجد وسيلة ان الهوست اخر يلتقط بتاعتها ويلتقطها عشان تخرج من الهوست اللي هو بيوخيال لها انها بتموت يبتدي بعد قد ادي التريتمنت بتاعي ده بيساعدني في العلاج طيب هنتنقل الكاتيجوري تاني الكاتيجوري ده بتتكلم عن الاكترو بارازايتس الاكترو بارازايتس بانواعه المميزة أراض أمن صوس كله هنتكلم عنه بشكل سريع وازاي ايه المشاكل اللي ممكن يعمل هالي وازاي يقدر تحكم فيها خلونا نتكلم على الامل الامل اللي نوات عندي في الطيور permanent اكترو بارازايت موجود على الطيور في أغلب أغلب الوقت لأنواع مختلفة كل نوع لحسب الطائر ومشكلته ان هو بيسبب لي خسايا كتير سواء في حالة ريش او شكله او الاريتيشن اللي هو بيعمله للطيور القراض التيك ده بيبقى تيمبراري اكترو برازايت يعني بيتغز على الطائر بس ممكن يخرج منه ويروح يستخبلي الشقوق اللي موجودة في الانفيرومنت الحواليه وبعدم يرجع له تاني إذا كانت الفيميل هتسيب اليونج بتاعتها او الارفال بتاعتها الاج هتفق طلع اللي الارفال اللي هو ليس لي بيرز و ده ما بيقدرش يروح ولا يجي لإن هو لسه بيبقى صغير وعاوز يتغز على الطائر فده بيبقى بيرمنان تقعد على الطائر لغاية ما يكتمل نموه ويبقى دوبك عنده اللي هتا ازواج من الارجل والجزء بتاع الماوس بارت بس يكبر شوية يترقى ويبقى نمف بيبقى عنده اربع ازواج من الجلين بس وكمان بقى هيبتدي يتحرك بقى هيبتدي يتشجع ويسيب جسم الطائر ويخرج الانفيرومنت الحواليه بس لسه ما تمتش لغاية يبقى قضلت الميتز الميتز أنواع مختلفة وفي بعض الأنواع منه تبقى مشكلة كبيرة جدا عندي زي مثلا درمانيسوس جليني اللي هو Red Mite أو Roast Mite ودوا من الحاجات اللي بتسببلي مشاكل كبيرة جدا في مزارع البياض كل الاكتفار رزاية اللي أنا بتكلم عليها اللي هي بتتغزة بشكل عام على الدم بتاع الطائر أو في التشو بتاع الطائر دي بتعملي مشكلة الاريتاشن طالما هي بتعود الطائر وبتحاول إنها تمص دمه أو تتغزة على التشو بتاعه ده بيعمل مش قادر يا كل يتغزة الطيور البياضة ما بتبقاش يقدر تعمل لينج للإد وده بيسيق أصلي على الإنتاج بشكل كبير يعاوزيكم تتخيلوا مسلا مزرعة بتاع البياض فيه خفاض إنتاج كبير جدا بسبب وجود التك على جسم الطائر أو الدلمانيسس اللي اللي هو Red Mite أو Roast Mite اللي مش منخلية الفرخة عرفة To Beat وأعملالها نوع من أنواع السترس فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا وخاصة إن الكنترول بتاعها صعب فيه عندنا اللي هو نيمي السكيلي Leg Mite نيمي ديكوبت Mutant ونيمي ديكوبت جليني اللي هو Diplomine Mite أو Body Mite كلهم بينبرجوا تحت الفكرة يمكن الصورة دات احنا شفناها في القوافل بتاعت العلاج موجودة ومنتشعة جدا وسط القرى إن الطائر بدل ما تبقى شكل رجله زي شكل على الشمال السليم والسكيلز مرتبة بشكل جميل جدا ببتدي يحصل Inflammation في الاسكين يحصل بكمية كبيرة تبتدي الأشور الطبيعية اللي هي الكراتنايز اللي موجود على الليج ديك يحصل لها Slaffing ده مشهور قوي في حالة الاسكيلي Leg Mite المite بيخش يعمل Irritation للطائر ويبتدي يحصل Slaffing للسكيل بعالجها إزاي بإننا ببتدي أجيب فلشة وصابون حاول أزيل السكيلز والأشور الميت ده بقدر المستطاع بغاية ما أوصل للتشو السليم وبعد قات أبتدي أحط التريتمينت بتاعي التريتمينت ده سواء كان Sulfur Ointment أو أو حتى Phenol Ointment أو قديت حتى IvoMage سواء Orally أو Injection بيحل المشكلة ده بشكل سريع طيب بالنسبة للإكتوب Parasites القمل اللايس والميت والتيكس والحاجات ده كلها ما فيش لها غير المبيدات الحشرية فيه نرات مجموعة من المبيدات مكتوبة أظهر كل يمكن فيه جزء منها ما عادش بيستخدم إنما المالاسيون والحاجات ده كلها بتستخدم وكلها بتبقى فعالة جدا سواء إن إحنا بنعملها بالخلوميجيشن أو الدستنج أو السبري على حسب الفورم اللي موجود في الإنسيكتسايد وده بيخلصنا منه بس هل هو ده بيحل مشكلة الكنترول لأ ما بيحلهاش لأن الكنترول بيبقى لي جوانب كتير مش يكفي إن أنا أرش الطائر بعد البرازايت زي ما اتفقنا بيبقى تيمبراري مجرد ما أنا برش الطائر الإنسيكتسايد بتتلي يسيب الطائر وروحيش تخبى في الشقوق وأول ما الدنيا تهدى يرجع تاني أنا مضطر إن أنا أعالج الطائر وعالج الأقفاص أو الانفيرومنت اللي هو موجود فيها وتعامل مع قدرة البرازايت على إن هو يختفي في الشقوق أو إن هو يختفي في الماتيريال اللي ممكن يكون فيها شقوق ويقدر يستخبى فيها زي المواد الخشبية مثلا إذا كانت تعشة خشب أو غيره كل دوات لازم يحصل له كنترول مع بعض ويتكرر عد بمرات عشان خاطر أقدر أحاول أعمل كنترول ومش هقول أتخلص من البرازايت بشكل كامل بس أحاول أعمله كنترول بحيس أنه ما يأصرنيش على الإمتاج بعد الضيور بتاعي بالنسبة البلوب برازايت البلوب برازايت احنا مش نحكي فيها كتير كل البلوب برازايت فكرتها واحدة بتعملي 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 دستراكشن في الأربيسيز وبناء عليه بيبقى فيه أنيميا بيبقى فيه هباتوميجالي بيبقى فيه سبلينوميجالي وعلاجهم بجموعة الحاجات اللي هي الانتي مالاريال دراج الكلوركين شخص أشهر الأمراض اللي ممكن تيجي وتصبلي الطيور فبعض الحال احنا يمكن الصورة دا ما بنشوفهاش كتير قوي في الطيور بتاعة المزارع لكن وردنا نحن نتروفها في الطيور بتاعة الزينة في الحمام بتاع السبق وده جزء اقتصادي ما يستهانش به موجود عندنا ومنتشر وبالذات في الأماكن السياحية وبنطخارسين جدا لأننا نعمل مع طيور بلت التمن ومنشخصها بويس في جدول هنا هو مكتوب في أهم في البلد برازايت اللي ممكن تشوفها في الطيور اللي هماني هنا هو شكل البلد برازايت تحت الموكوسكو سواء كان داخل الخلية أو بين الخلائق الدموية بيأثر لعلانهي هوست أشوفه فين هل هشوفه جوه الخلائق الدموية ولا في الوائب بي سي ولا ما بينهم نرجع لصور أنواع المختلفة هيموتروف بروتياس الشكل بتاع السجوء الإيجبتينيلا التريبانوسومة طبعا الغنية عن التعريف الفلاريا الصورة اللي من تحت أو أنا يهمني أنت تبقى عارف اسم الفرازايت تبقى عارف أنا هشوفه فين تحت الموكوسكوب ودور عليه فين تحت الموكوسكوب وبقى بتعامل مع العيلة دي كلها كعيلة واحدة والهلاج لها بيبقى واحد نقل معاكل جزء تاني اللي هو البرازاتيك ديسيز في رابط إيه أشهر الأمراض التفايلية اللي ممكن تقابلنا وتعملنا مشاكل في الأرانب طبعا الكوكسيديا في الأرانب معروفة من أكبر من أكبر المشاكل وهو يتعرض لتناول لتناول أكل مختلف قد يكون أخضر زي البرسيم أو غيره ويتدي يلتقط الأقسست من خلاله وتخش جواه وتتدي بتاعته الكوكسيديا هي كوكسيديا ودورة الحياة والفكرة واحدة في أكتر من 25 نوع بيصيبوا الأرانب أغلبيتهم بيصيبوا الجهاز الهضمي وبيعملوا إنترايتس مش عاوز أسمع سبيشيز يمكن معادة سبيشيز اللي هو اللي بيصيب الكبد لأنه ده الوحيد اللي بيروح الكبد وبيعمل لايف سايكل بتاعته هناك اللي هو القايميريا ستيدة وحنتكلم عنه دلوقتي مش هاخد في تفاصيلها تاني يعني الأمور بتمشي هي هي زي ما بيحصل في التشيكن تقريبا وبتبديني الانسبوريوليتد أو أوسيست اللي موجودة في الصورة اللي فوق على الشمال وبتخرج الانبيرون منتبقات يحصل لها اسفوريوليشن من نفس الطريقة اللي بتحصل في التشيكن زي ما اتفقنا في الانتستاين الفورم ودي بتيجي للطيور الفترة بتاعت الفتام بتيجي تظهر عندي الأعراب بتاعت الكوكسيديا بشكل كبير قوي وفي الهيباتيك فورم اللي هو ممكن يظهر في أي عمر الانفكتف ستيج زي ما اتفقنا لسبوريوليتد أو أوسيست هنه هعدي الليف سايكل انها نفس الفكرة تقدر وتقررها على مهلكم وهبتدي اتكلم على لو الفورم عندي انتستاينم سهلة الفكرة واحدة في 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 على فكرة بيبن جدا على الأرانب الأرنب بيبقى بيبقى في ألم بيجز على سنانه بيعمل بيطلع صوت ألم بيبقى في من البق طبعا مع وجود الضيارية والضيارية بتظهر في الأرانب عن طريق منطقة تحت الدل بتبقى السويل بالضيارية ممكن يبقى فيه ميوكس كتير الأراض بتظهر خلال 4 ل 6 أيام من بداية اللايف سايكل وبعد كهوات طبعا الأرنب بيفقد الوزن بتاعه وممكن يموت خلال 24 ساعة الأرنب من الكلانات الحسسة جدا اللي بيحتاج تدخل وعلاج سريع جدا عشان نقدر ننقاذه المرتنة ممكن توصل لتسعين في المياه ودي طبعا نسبة أعلى بكتير قوي من اللي بتعمله بالنسبة للشيكن طب الهيباتيك فورم الهيباتيك فورم مقارب بيحصل كبير قوي وبالذات في المنطقة الخلفية من الأرنب بيبقى فيه بلوتين والنرجمنت في الأبدومن أو تيمبري بيبقى فيه أو ديارية وممكن يتبادله مع بعضيهم والمورتالي ممكن توصل لسئلة لنسبة 50% لو نحن فتحنا في الانتستين في الانتستين هنلاقي الانفلاميشن الانترايتس السيكنس بتاعت الول النكروتك إيريا اللي احنا لو أخدنا وفحصنا منها هنلاقي فيها في منطقة الجيوجنم ومنطقة الاليا والبليدينج الصورة هيا هيا مقاربة هنشوفها بس نشوف في اللرجمنت الليبر اللرجمنت في الجول بلودر سيقب بقى مميز جدا لدرجة ان بعض الناس ما بتشوفهم ممكن تقول يعني تبتدي دمخ تروح للكوكسيدي على طول والبايل داكت ونبص نلاقي الويتش كاركتريستي نجولز موجودة على السيرفز تاعت الليبر النجولز ذات لو ان احنا اخدنا منها وعملنا امبريشن سبير او سبويزنج اللي على سلايد وفحصنا بنلاقي الانس تحت الموكسكوب دي صورة الانرش من جول بلودر يبقى اسهل حاجة في الفحص ان انا اعمل وتسمير او من الليفر عشان خطر اقدر اشوف الهباتي كوكسيديوزيس او ان انا اخد داية تسمير من الانبستن او من الدروبنج بتاعت الارنب عشان خطر اقدر اشوف الاندستينال فورم او شخص الاندستينال فورم التريتمينت لازم نبقى عارفين ان الارانب كائنات حساسة مش كل انواع العلاج من ضبط الحيوال احنا بنقدر نستخدمها مع الالتشيكينين فعن نستخدمها مع الارانب في حاجات بتبقى سيف واحنا مفضل نستخدمها الاشهر في الارانب السلفات السلفات من الحاجات السيف جدا بانواعها المختلفة واللي ممكن تبديني نتيجة كويسة جدا مع الكوكسيديا بعض الحيان بنضطر نحن نستخدم التولترا زوريل او غيره الانواع الاقوى شوية بس يعني يمكن منخليها خيار اخير بعد السلف طبعا التعامل مع الانبيرومنت والتعامل مع وجود الاسبرويت باقوسيست بيتم بنفس الطريقة اللي تكلمنا عليها فيما يخص التشيك باقوسيست نتكلم عليها تانية كمان من اشهر الحاجات اللي موجودة في الرابط وبتعملي مشكلة كبيرة على وهي الضرب الساركوبتيك السكاكياي اللي حضراتكو درستوه وبيعمل مشاكل مع الجزء كبير او من الكائنات الحية اللي انتو عرضتو لها ودرستو لها في الكلية الساركوبتيك الأدل في ميل زي ما انتو شايفين كده بتخش تحت السكين بتعمل الأنفاق بتاعتها بتتحط الإج مكان دافي وحالو وفي تغزية وبهتضوى تفقس ويطلع للارفي اللي بتتغزة وتبقى أغنى مقصوطة وعمل تاكل في السكين وتتغزة وتشراك ودفيانة وكله تمام ويبتدي الكائن الحي يحس بالإرتيشن ويبقى عاوز انه هو يهرش الجلد بيموت والسكيلز بتتكون والجروح مطرح ما الكائنات دي تعيشة وبتمارس حياتها وبتمارس الحصية الانتهام بتاعتها ببتدي يظهر عندي الأعراض بتاعت الجرب تظهر الأول في شكل جروح الجروح دي بتظهر على المناطق اللي هي قليلة في الفرو اللي البراثيب بقدر يدخل ويقف عليها بسهولة دي مثلا منطقة اللبس النوز حوالين النك بيبتدي يحصل من رابط الأرنب بيهرش لأنه حاسس بالإرتيشن بيبتدي تكون الكراست طبعا الهرش والجروح ممكن يحصل الشعر يقع في المناطق دي يعني يمكن ما حيباك في الصغر اللي دي بداية ظهور الكراست أو الانفلاميشن قادي شكل الجروح والي الألوبيشيا الشعر أو الفرو اللي بتدي يقع والسكيلز بتتكون وتتجمع وببقى شكلها عنيف جدا والأرنب طبعا بيبقى ارتيتد مش قادر ياكل مش قادر حتى يعمل ميتنج عنده مشكلة منكد عليها عشته زي ما بش نقول ده غير ان المرض ده زينوتي واللي بيبقى مربي بيبقى عاوز يتعامل معه عشان خطر يخلص منه لانه وارج جدا انه ما يسبب له هو شخصية مشكلة طيب في حالة داي من نعمل ايه بنستخدم الايفو ماك بالضبط بنحاول نحن نستخدم الايفو ماك بس احنا بننبه ان الايفو ماك ماك هو يستخدم مع الارانب البرجناند انه بيعمل تشوهات وممكن يؤدي او في الغالب يؤدي لموت الاجنة فحنا بنحاول ان نكون حرسين طيب لو ان في عندي ارانب البرجناند وفيها جرب بنعمل ايه بنطال نحن نستخدم علاجات يمكن الاقل كفاءة بس اللي بتهدي الامور شوية وبتعالج الامور بنسبة مش بطالة لغاية ما البرجناند في ميل ديت تجيب تخبص من الحالة ديت لو مثلا زي السلف او غيره او استخدام البرجناند في الانبيرومنت عشان خاطر اقل الانبيرومنت طيب الير مايتز هزالي سروبتيكس مايت بيعملي مشكلة متقربة بس في الير ده متخصص في اللي بيخش ويعمل جوا انفلاميشن وده بيعمل مشكلة بديرة قوي الاريت والانفلاميشن اللي هو بيعمله في الير ده بيحصل نتيجة المتاريال بتاع البرزايت والبلود اللي بيخرج نتيجة الالسكراتش اللي بتحصل ده كل ده بيتغز عليه البرزايت بيطدي يعمللي انفلاميشن شديد قوي في الير سلاف دي بيتشو ميتة كراست بس الحاجات ده بتبقى بتكون كتلة متماسكة وكتلة ده بتبقى متماسكة جدا فيه 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 الارنب بتبقى مؤلمة جدا محاولة ازالتها ممكن تؤدي لألام شديدة وجروح في الجلد وفي بعض الأحيان الأرنب بيبقى بيسرق وقد يتعرض لشك من كتر الألم فمن كترة جدا هنحاول نزلها أو نظفها ممكن الكلام ده واضح بالصورة دي الفرق ما بين الأزن السليمة اللي بقول على الشمال والأزن المصابة العلاج هيبقى بنفس الطريقة هو الأيرون ماك الأغاني ممكن الأول في الديكشن الديكشن لازم لكم ببقى من الديمار برده براهم من فعالية الدوات إلا أن هو ما بقدر يقتل الأج من البناء عليه إحنا بنقرر الدواء مرة تهنية ونحاول نخلي مرة كل 14 يوم إلا اعتبار إن لو في أي أج فيحصل منها هاتش وتخرج منها اللذي يقدر الدواء بعد فاطن هو يأثر على الأثر استيشن برده بدي تطبع مشكلة هياش عنيفة قوي إن الفيميلز بتلزل الأج بتاعتها على الهير المشكلة دي بتأثر لي على الهير بتعملي إشرف الشعر بتوقع لي الفرو بتاع الرابط وبتبقى مشكلة حقيقي بتمثلي مشكلة يمكن في الآلن بتاعت الزينة أو الآلن بتتربع عشان الفرو تكسيف بتاح بيبقى فيه التهاب في الجلد بيبقى فيه اتشنج بيبتت الفرو دايق كل دوا بيسببلي مشكلة كبيرة بالنسبة للنوعية دايق من الأج وبتعامل معها في العلاج بنفس الطريقة يبقى الجزء الأخير وليس هتكلم عنه سريعا إن في بعض الparasites دوا ما بيبقاش القرانية بتبقى كأنها intermediate host ما هي الـ different host بتاعته زي الثانية بيزي forms و multisips surreales أنا عارفة أن انتم أخذتوها قبل التهود النوع دوا من الدجان القضعت في بيبقى عايش في الكلاب زي بحديتين هاي بيزي forms القضرة بيبقى عايش بنزل mature segment أو graphic segment منه بيبقى شايلة الإج والإج دي بتغز عليها الرابط بتخش جواه هو intermediate stage life cycle فبتخش جواه وتتعمل حاجة اسمها ميزة cystoid الميزة cystoid عبارة عن كيس شفاف مليام fluid وبقدر نشوفه في الأبدومنال cavity بعد الرابط والتسق بالليفر والتسق باللوكيشن اللي بقى موجود فيه الصورة دي مميزة قوي للناس اللي بتبه حالني وبنزلات الأناب بالمتربية تربية منزلية ان هم بيفتحوا ويشوفوا النوع دوات من cyst اللي يتعتبر semi-transparent مليانة fluid اتفقنا هي مشكلتها مشكلة السيست دي انها ممكن تكون من غير أعراض خلص ما محدش بيحس بوجودها في الرابط إلا يما بيتدبح الرابط وبنشوف ها موجودة أو اذا كانت حصل لها attachment organ وبتدت تكبر أو تكتر خلالها بيحس انها بتأثر على function بتاعته هنا بتبتت تظهر أعراض وبتبقى بشكل individual ما بتبانش برضه غير بعد ما بيحصل slaughter زي مسلا انها تمسك في lung في تعملي عراض النافسية وتمسك في brain في تعملي عراض عصابية زي ما انتو شايفين في الصورة برضك التنياس الرياليز الأضل في الدوكوكات هنا الانترميديت في الربط هنا بتبقى موجودة سبك تنياس أو المصل ما سو ببان بعد ما بنتبح الربط زي ما انتو شايفين في الصورة دا تادي اللي هي الخويصلة السيمي ترانسفيران اللي اللي أنا في لقود وده تكبير لها وبنشوف فيها داخليا الاسكوليكس الصغيرة اللي هي فيه مع بعض الأرنب دوات لو النايف سايكل هتكتمل الأرنب دوات لازم يتم التهامه بواسطة قطة أو بواسطة كلب أو بواسطة الهوست الأساسي للبراسايت دا وبعد ما يلتهمه بياخد الانترميديت ستيش ديت عشان خاطر تكتمل شكرا